السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي النهاردة رجعنا لكم علشان نكمل حل كتاب جيم المنهج جديد او منهجنا السنة دي عشرين وواحد وعشرين الوحدة طبعا بعنوان ساينس اند تكنولوجي اللي هي العلوم والتكنولوجيا قبل ما ابدأ كنت حايف انوه ان فيه تحت في السهم اللي موجود في صندوق الوصف فيه رابط القناة الجديدة بتاعتي واللي ان شاء الله فلاص كده هنبدأ ان نزل حل كتاب المدرسة فيها وهنبدأ ان نزل امتحان على كل يونت لوحده وبرضه هنحله مع بعض ونتابع ونشوف اسئلة جديدة او لو في حاجة مش عارفينها برضو نكمل عليها وبرضه هنبدأ نشرح ازاي نكتب وازاي نكتب ايميل وازاي نتعامل مع المحادثة والقطع وكل اسئلة الامتحان سؤال سؤال والمراجعات النهية برضو كلها هتبدأ تنزل عليها والناس اللي بتطلب مني برضو انا اطلع لايف ان شاء الله هيكون اللايف موجود في القناة الجديدة اللي حابي يشترك في القناة هيلاقي الرابط موجود اسفل فيديو في صندوق الوصف فوق في قيمة تشغيل هنلاقي شرح يونت وان وثو وثري وفور والنهاردة هنحال الوحدة الرابعة مع بعض يلا كده نبتدي هنبتدي من بيج وان هندرد ان سكستين صفحة مية وستة عشر انا ما اقدرش على حاجتين ادى سام تاين الشئين دول انكارج يعني يشجع اوفر يعني يعرض بريزينت يعني يقدم فوكس يعني يركز وفوكس بداخل حرف الجر انا ما اقدرش يركز على حاجتين في نفس الوقت انجليش ان تكنولوجي الانجليزي والتكنولوجي هما النقط للحصول على الوظيفة جيدة يوسلز بلا فائدة يعني مهمين وضروريين تسوي امبورتن هارمفل يعني ضر او مؤذي ديفيكلت يعني صعب طبعا التكنولوجيا والعلوم مهمين للحصول على وظيفة الطلبة لازم لازم يكونوا كسول جدين يعمل بجد يعمل بجد العمل الجاد اللي هي بقى جاد في العمل لازم يكونوا المدرسين الطلبة يقوموا بمشروعات ومدرس يشجعوه يسلي يعني يغاطق حد بتكلم ويقطعو يعني يخترق المدرسين بيعملوا بيشجعو الطلبة في مشاريع اللي استم الطلبة محتاجة الكثير من الناس عشان تكتب تقرير عن التجربة طبعا محتاجين بيانات اللي هي ديتا واللي بعدها بيقول لي عايز اشوف برامج عشان اعرف احدث الاخبار لازم يفقد لازم قائمة لازم طبعا لازم يعني احدث ميسي دايما بيعرض نور سيلك حرير مهارات مسألة حسابية طبعا ميسي بيبين المهارات الطلبة اللي هما طلبت مدارس يقدروا يساعدوا ايه في موضوع التكنولوجيا انكارش تشجيعية تطوير يقدروا يساعدوا في تطوير بيدرس ايه في الجامعة مهندسين انجينير يعني محرك انجينير يعني مهندس انجينيرينج الهندسة هما طبعا بيدرسوا الهندسة مش بيدرسوا المهندسين I write emails to my friend in England كتبت ايميادات لصحابي في انجلترا انجليش اي اللغات بتاخد عرف الجر in at of by طبعا in انجليش the scientists العلماء have a new medicine to help fight عشان يقاوموا heart disease امراض القلب وفايت يعني يقاتل ويعارك كده ويقاوم dropped اسقطوا dry ديجففوا develop ديطوروا done فعلوا طبعا هما develop طوروا expert teachers المدرسين الخبراء help the students بيساعدوا الطلبة the projects and check their results ويفحصوا النتائج بتاعتهم to the projects buy the projects through من خلال through يعني يرمي طبعا through يعني من خلال نروح للصفحة اللي بعدها 119 جزء القواعد I go to the party لحد كده مش باينة الجزء ده كده لو خبناه جملة مش باينة must tenfع can't might must be I am not sure وطالما جاب لأيام not sure مش متأكد ما فكرش يبقى الاحتمال اللي هو 50-50 اللي هو ممكن ايوة ممكن لا اللي هو كلمة might she has a lot of work تدو عندها عمل كتير جدا she not free free يعني فاضي عندها عمل كتير يبقى هي من المؤكد انها فاضية ولا مستحيل مستحيل فين كلمة مستحيل can't can't must must be طبعا can't be put on your coat البس المعطف بتاعك it rain today تمطر دايما المطر احنا مش بنامتؤكدين الله هو اعلم can't must mustn't might طبعا احتمال يبقى might Mr. محمد هاز a BMW car ودي اغلى عربية من اغلى عربية في العالم and a villa عنده BMW وعنده فيلا يبقى هي نوات be rich غني ايه درجة الغنة بتاعته طبعا 100% might لا ضعيف must يبقى must be جملة لبعدها I am sure it's a British coin وكوين يعني عملة انا متأكد ان العملة دي بريطانية it not Egyptian هو المتأكد يبقى انها مصرية يبقى مستحيل تكون مصرية فين مستحيل كانت مشاين فعقول انها انا متأكد انها بريطانية انها انا متأكد انها مصرية لا تبقى مستحيل تكون مصرية he be poor الله اعلم من المؤكد انه بور ولا احتمال نكمل he has a modern car عنده عربية حديثة جدا يبقى من المؤكد انه فقير ولا مستحيل ولا احتمال طبعا مستحيل يبقى can't his house منزله be near here قريب because he comes to work on food بيجي سارنا على اقدام يبقى من المؤكد انه بيته قريب must can't have to has طبعا must i has been the weekend in the country في الريف i haven't decided it انا لسه ما قررتش يبقى ممكن ايوه ممكن لا فين اللي بقى اللي هي ممكن ايوه ممكن اللي هي كلمة مين mine take a bottle of water with you خد معاك ازازة مية it not be very hot today النهاردة الجو حر الله هي محدش عارف might not should can't might be يعني ربما يكون حر عشرة نبيل is too ill مريض جدا he not at work في العمل لا مستحيل can't must should might طبعا can't mister سعيد be at school i am uncertain 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 to say i am not sure غير متأكد لازم نركز على التعبيرات دي وطلعه مش متأكد يبقى على طول يبقى might he has an expensive car هو عنده عربية حديثة جدا يبقى هي نقطة lot of money معه فلوس ده ولا معاش طبعا معاه can't be can't have must have must be طبعا يمتلك must have لان مست بي معناها هي يكون معه فلوس ولا يمتلك يمتلك فلوس وصلنا 120 120 the right بتاع الدرس ده ممتع i am not sure if nada will visit us next week ايام ما حاجة في الدرس ده هو عايز might add might ادور على الفعل فين الفعل هنا انا مش متأكد لو كانت نادا يبقى الفعل نادا يبقى نقول nada might محتاجين المصدر لو هنا verb to be نستخدم بي لو قاموا ايه زور نستخدم بي طبعا هنا في visit خلاص يبقى nada might visit وكمل us next week ادي الحال سهل خالص عادل is in France i am certain انا مش متأكد add must وعايز must add must ومين الفعل هنا ادي عادل هنا الفعل الاساسي مين is المصدر من is mean be يبقى عادل must be in France في فرنسا he has red hair وعنده شعر احمر ايام شور he isn't Egyptian انا متأكد ان هو مش ايه مش مصري الفعل هنا مين الفعل he تمام الجزء دام يجبنا زر زي ما هو مالوش لازمة he has red hair هو عنده شعر احمر نقطة he هو add can't الفعل الاساسي هنا مين is يبقى برده المصدر هو عنده شعر احمر يبقى هو مستحيل يكون مصري طب يا مستحيل ممكن ابدأ به can't be ممكن اقول he can't be Egyptian هو مستحيل يكون مصري because because as he has red hair برضو الحال ده ينفر انا متأكد انها مش حلوة في الانجليزي فين الفعل add she و add can't المصدر من is برضو و add good add english مش عارب فاهمينه ولا لا يا رب نكون فاهمين حاجة number nine number nine number nine it's possible that عبدالله is in the company now وعايز might فين الفاعل عبدالله تعايا عم عبدالله ها ادي might الفاعل الاساسي هنا مين is يبقى be in the company now ومع السلامة جزء الاول ده خالص مالوش اي ثلاثين لازم samira isn't at home مش في البيت او سامير sorry he has gone out هو خرج الفاعل مين سامير يبقى سامير can't الفاعل الاساسي هنا is يبقى be at home مستحيل يكون فين في البيت وكمل he has gone out i know that it's my bin انا عارف ان ده الالم بتاعي it's the only one that is red انه الوحيد اللي لونه احمر عايز must الفاعل الاساسي هنا مين الالم يبقى it must ها الفاعل الاساسي هنا is يبقى be مع السلامة جزء ده my pin it's the only one that is red الوحيد اللي لونه احمر متشابهين جدا i am sure they are sisters انا متأكد انهم اخوات طيب يبقى احنا هنا عاد مع السلامة هنا شور عايز مين هو مصد طيب ار ده اللي هو ازوار المصدر بتاعهم مين برضو ب ونازل كلمة sisters يعني اخوات نرى الجملة كلها بقى شكلهم شبه بعض they must be sisters من المؤكد انهم اخوات احمد lives in an old house عايش في بيت قديم i am sure he isn't rich الجزء ده ما ليش دعوة بي خالص he must be طبعا انا قلت must be rich هو منؤكد انه غني طبعا انا فيها فانا اجيب عكس rich اللي هو مين poor ليه بقى عشان المعنى احمد عايش في منزل قديم هنا بقول انا متأكد انه مش غني يبقى هو من المؤكد انه هو poor poor يعني فقير لازم انفل او اعكس سوري هنا مصد وهنا كان نافي فانا عكست المعنى عشان يزبط القول الروح لبيج 121 121 علي وعمر are talking about STEM schools بيتكلموا عن مدارس المين الستم do you know the STEM subjects انتعرف مواد الستم قال له they are science, technology, engineering and math they are essential هم ضروريين فسأل السؤال قال له because يبقى لماذا لماذا يعني why ممكن اكامل اقول why واستخدم فعلا مساعد are they وحط كلمة ضروري are STEM schools similar to the usual one هل هي شبه المدارس العادية طبعا نو مختلفة في كل حال حتى في لغة الدراسة in what language باي لغة هم بيدرسوا طبعا in English باللغة الايه الانجليزي كلام ده سوري معلش in English هكتب ايجيبت not yes the art STEM schools in Egypt مع السلامة ياس يبقى هنبدأ بار في فيديو في القناة في قائمة التشغيل ازاي نحل ايه محادسة سنة تال لازم نتفرج عليه are sorry are there STEM هل يوجد STEM schools in Egypt هل في مدارس STEM في مصر قال له هو نعم هناك مدارس STEM في مصر if something is essential لو حاجة ضرورية بقى it's quite difficult لحد ما صعبة very important مهمة not important easy سهلة طبعا very important not engineers are now wanted for the new washing machines factory مصنع الات غسيل جديدة export engineers يصدر import يستورد experience خبرة expert اللي هم الخبراء the program focus خدنا focus يعني يركز يركز على حرف الجر remain on there is a lot of traffic today نهاردة فيز دحام مروري we not be late احنا نتأخر احتمال كبير اللي هو ممكن اي وممكن لها اللي هو might I read some about animals at this book انا قريت بعض نقطة عن الحيوانات facts حقائق goals اهداف homes منازل doors ابواب طبعا facts in STEM schools in STEM schools in STEM all the lessons are كل الدروس بالإيه in English اللغة الإنجليزية هنحلل الرايت ثاني I am sure that my friend is not at school now انا متأكد ان صاحبي عادل مش في المدرسة فين الفاعل هنا my friend ها عادل can't الفاعل الاساس هنا is يبقى can't be at school now I am sure that the museum is closed انا متأكد ان المتحف قافل there are no lights يبقى must الفاعل من the museum must الفاعل الاساس هنا is يبقى be closed من المؤكد ان هو اه في النقطة الجزء ده زي ما هو Sarah wears old clothes لابسة ملابس قديمة ايش دعب الجملة دي I am sure she isn't rich مع السلامة دي يبقى she must be هي من المؤكد انها rich برضو ولا هنعكس ونقول poor يبقى وين عايز must يبقى she must be poor من المؤكد ان هي ايه فقيرة لو كان عايز هنا بقى can't وانا she can't be rich مستحيل تكون غنية عندي هنا paragraph عن stem schools in Egypt موجود في نهاية الكتاب وان شاء الله في دلوقتي فيديو هينزل هشرح لكم فيه ازاي نعمل اي paragraph ما تقلقوش من 110 بطريقة سهلة وكل موضوعات ان شاء الله هننزلها بالاجابة بالمذكرة موجودة في البيج والجروب ان شاء الله بيج 128 128 I won an award انا فستت بجائزة the project I did on in 24 طبعا على المشروع لانا عمل 24 you can use the internet in the cafe ممكن تستخدمه في الكافي because it has a or an wifi epoc tv screen تليفون فيه تليفون شاشة كتاب إلكتروني عشان فيه واي فاي my grandfather was very intelligent زكي جدا Andy has got several وseveral يعني مني عديد او كثير sums مثلا حسابه awards هدايا وجواز brands اقول month is short طبعا awards he designed an amazing skyscraper هو صمم ناطحة تسحاب عليها جدا that is a great انه amusement تسليه achievement in jazz opinion رأي prize هدايا طبعا ده achievement يعني انجاز number five students in Egyptian STEM schools الطلبة في مدارس الستم invented بيخترعوا a or an that removes اما يشيل او بيزيل الملح salt from the water اخترعوا activity نشاط ولا advice نصيحة ولا advert التعلان ولا device الجهاز طبعا اخترع device everyone wants to be a doctor كله عايز بها دكتور or an engineer او مهندس because it's a or an job لان هي وظيفة reward rewarding award awarding طبعا لانها وظيفة rewarding يعني فيها فلوس حلو a is a small computer that you can carry with you كمبيوتر تبدأ لتشيله معك radio wifi laptop printer طبعا واضحة جدا ان هو laptop i would like to read the news انا عايز اقرى الاخبار because i didn't buy a newspaper لان انا مش ريتش newspaper عايز اقرى الاخبار online على النت offline والنت مطفي outline خارج النت inline داخلي طبعا online stem students are clever enough طلبة الstem مشاطرين two new inventions الاختراعات الحديث realize يدرك right يكتب develop يطور do يعني يقوم ب طبعا develop يعني شاطرين في تطوير a or an is a mobile phone telephone that can work like a computer بيشتغل زي computer التلفونات الجيدة اسمها اي لابتوب ولا اسمها سمارتفون هواتف زكية ولا cd ولا ايرفون سمعت اذن اسمها سمارتفون the police اسكت اسوات نوع the fire اللي سبب النار caused reasoned affected realized طبعا caused ايه اللي سبب النوع if you are good at english لو انت جايد في الانجليز عن الكمبيوتر وفي الكمبيوتر you will have many to get a good job هيبعى عندك فرص كتيرة للحصول على وظيفة حلوة changes تغيرات chances فرص awards مكافئات prizes جواس طبعا هيبعى عندك chance chance يعني فرصة هيبعى عندك فرص كتيرة في الحصول على وظيفة جيدة ودلواتي هارروح مع بعض لصفحة 130 130 عندنا هلا and reham are talking about an old photograph فوتوغراف يعني صورة والد يعني قديمة هلا بتقول ريهام look at this photograph انظري الى هذه الصورة بص على الصورة دي it must be more than 20 or 250 years old من المؤكد ان عمرها 250 سنة لها no نقط b مستحيل يبعى it can't مستحيل يكون عمرها كده the first photo was taken in the 1820 في 1820 قلت لها is نقط yes it might be ممكن يكون 150 يبقى is it 150 طب هي ممكن يكون عمرها تقريبا يعني 150 سنة قلت لها كده ماشي what not I am sure there is a plane behind the man انا متأكدا ان اللي ورا الراجل ده طيارة يبقى what is ما الذي يوجد behind يعني خلفه the man اللي ورا الراجل there were no planes ما كانش فيه اصلا طيارات until 1900 I am sure this photograph was taken in a round انا متأكدا انه التقطت في 1920 لا السرده 1920 لها I think انا اعتقد ونكمل بقية حاجة ممكن نقول مثلا it might be ربما مثلا 100 بس من كم سنة من 100 سنة سؤال الثاني مواقف your mother asks you how you did in your English exam عملت ايه في امتحان الانجليزي express certainty عبر بالتأكد وقال لك بالتأكد يبقى ممكن تقول I am sure انا متأكد وابدأ اكمل عادي I did well انا حلت ايه كويس on my English exam وليلي بعدها your friend thinks he saw a cat in the hotel صاحبك يعتقد انه شاف قطة في الفندق you are certain وانت متأكد that cats aren't allowed in the hotel والقطة اصلا ممنوعة يبقى طبعا ممكن برد نقول I am sure انا متأكد ان cats that cats aren't allowed انها ليست ايه مسموحة in hotels في الفنادق I am sure كده انا متأكد you are sure that your father isn't at home انت متأكد ان باباك مش في البيت يبقى my father بابا can't be at home مستحيل يكون في المنزل you are certain انت متأكد that all people find it difficult to use technology اما يوجد صعوبة في استخدام التكنولوج برضو عادي ممكن نقول I am sure عادي مشور سهلة في ايه انا بنزل الجملة زي ما هي all the people find it difficult to use technology او can't use technology ولا نعمل حاجة الجملة اللي بعدها a friend asks about your brother صاحبك سأل عن اخوك you are sure he isn't at home وانت متأكد ان هو مش في البيت my brother can't be at home you are asking about the museum انت تسألت عن المتحف you think it might be far from here وانت بتقول احتمال يكون بعيد عن هنا يبقى the museum المتحف might be far ربما يكون ايه بعيدا from here نكتبها زي ما هي دلوقتي نروح للجنرال اكسرسايز تمرينات عامة على الدرس التالت والرابع اما ان ساميرا are talking about عادل the car بيتكلموا عن عربية عادل whose car is coming over there عربية من اللي جاية دي not no it can't be عادل مستحيل تكون عادل يبقى it might be انها ربما تكون عادل's car ممكن تكون سيارة عادل مستحيل not because the car is red يبقى لماذا why ممكن اكمل اقول why can't be or why can't it be عادل's oh i don't know he has put another one انا ما عرفش ان هو اشترى واحدة جديدة وساميرا راح تسائلت سؤال واما ردت نقط last week الاسبوع الماضي يبقى متى اشترى when did he buy it متى اشتراها هنرد نقول he bought it عشان last week اشتراها الاسبوع الماضي السؤال الثاني situation عندنا سؤال مواقف your sister asks about your mother اختك سألت على مامتك you are uncertain she is at the market انت مش متأكد ان كانت اياها في السوق ولا لا يبقى my mother might be at the market ربما تكون في الماركت لان انت مش متأكد my mother might be at the market might بتاع الاحتمال your friend says that the mass teacher is ill صاحبك قالك انه مدرس الرياضة مريض you are sure he is or she isn't انت متأكد ان هو او هي يعني isn't يعني متأكد انه مش مريض او مش عيان انت شفته يبقى ممكن تقول i am sure انا متأكد ان the math teacher انا متأكد ان مدرس او مدرسة الرياضة isn't ill you are sure that your father is asleep now انت متأكد ان باباك نايم الان my father must be asleep now من المؤكد ان هو ايه نايم الان ندخل على choose مستر محمد انكاريش دا اصر شجعنا to know the quiz together الاختبار مع بعض make do take have طبعا يؤدي اختبار do a quiz نوع invited او invented اخترعت انواع that produce energy اما يولد طاقة from local materials من المواد الخام device جهاز printer طبع computer computer container يعني حاوية طبعا device جملة اللي بعدها بيقول لي we use the technology of to allow us to connect to the internet احنا بنتستخدم ايه في التكنولوجيا عشان نتواصل عن طريق الانترنت واي فاي cd dvd tv طبعا واي فاي stem school students طلاب مدارس ال stem be hard working يعملوا بجدة وجدين في العمل can't must 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 be before you use the dictionary قبل ما تستخدم القموس you should the meaning solve just do يفعل make طبعا نحاول نخمن الكلمة the noble prizes جوائز nobel are for scientists and writers للعلماء والكتاب stories speeches information awards طبعا هي awards منح للعلماء والكتاب عايزين ايميل عن using technology او using new technology استخدام التكنولوجيا وفي ان شاء الله فيديو نازل هنشرح في كل الموضوعات دي بطريقة سهلة هننتقل الجزء الخاص بطلبة الازهر وان هندرد سيرتي سكس مية ستة وثلاثين we should encourage يعني يشجع احنا لازم نشجع i am very pleased انا مسرور i want to buy a new laptop انا عايز اجيب لابتوب the word expert كلمة خبير مين زي معناها stem school students طلبت مدارس لستم must لازم الناحية التانية having very good skills عندهم مهارات be hard working يعمله good our students to do well الطلبتنا الزاكر كويس to win the prize يفوز بجائزة as it's easier to carry هي سهلة في انها ممكن نحملها او نشيلها بسهولة we should encourage احنا لازم نشجع our students الطلبت انهم يقدوا will i was very pleased to win the prize نفوز بالجائزة i want to buy a new laptop انا عايز اجيب لابتوب طبعا عشان سهل في ان احنا نشيله the word expert means كلمة خبير معناها a having a good skill stem school students must be hard working لازم يكونوا جدين في العمل rana can't be outside i met her in the street انا بلتها في الشارع يبقى must be no i helped her mother making cake we hope لما يجي بعدها مفعول عندي حلين يا اما مصدر يا اما تقول مصدر يعني ممكن اقول make وممكن اقول to make useless means very important بلا فائدة لا طبعا ديك هاي ممكن means very important useful او ممكن اقول essential essential يعني ضروري اوهام perhaps well being طبعا وين يجي بعدها المازر يبقى will be my father wins enough money ويكسب فلوس مش يعني وين وين يعني يفوز بمراقب بجائزة يكسب مال يعني earn يبقى earness the man on the other side of the bridge warned الراجل وقف من الناحية التانية حذر حذر مين حذر طبعا جون مالي راصل التاني ده ان هو ايه not to cross يعني not to cross الا يعبر نتكامل هنا فوق the bridge الكبري lay as it was لانه كان مقصور يعني broken in the middle الراجل اللي كان وايب بلانترن بفانوس ده او بكشاف ginger coughed because كانت بتكوح الجنجر طبعا مسابل the fire the air was filled الهواء كان ممتلئ ممتلئ به طبعا with smoke بسبب الدخانة اللي عملها اليانج رايدر الشاب الصغير هننتقل دلوقتي لي test اختبار كامل على الوحدة الرابع صفحة one hundred thirty seven salua and amani are talking about the summer holiday بيتكلموا عن اجازة الصيف hello amani at last we have finished our exams اخيرا خلصنا امتحاناتنا wow that's very exciting ده شيء رائع سالوا يتلاح حاجة during the summer holiday لا i am going to london يبقى هتروح فين يبقى where are you going هتروح فين اسنان الاجازة تلاح رايحة لندن مع my dad he worked there هو شغال هناك really how interesting سأيت اسؤال تاني هزور ساعة بيكبين وكبرى لندن يبقى هتزوره ايه what places ملء اماكن واللي ده ينفع فعلا مساعد اي ينفع والاي تحول الى you visit في فيديو يا جماعة في قيمة التشغيل اسمه حل المحادثة او نكتب في يوتيوب مستر عام راجب حل المحادثة هيجيلنا فيديو ده مهم جدا لازم نشوف عشان نحل اي محادثة عشان في ناس اقول انت بتحل بسرعة انا بحل بسرعة بقول ان انا شرحت المحادثة قبل كده كذا مر do you have any friend there عندك اصدقاء هناك مش عارفين yes they take me to visit many places يبقى ياس بياخدونا زر اماكن كتير يبقى yes i do i wish اتمنى ان انت نقاط تلاها many thanks سلوه يبقى اتمنى لك وقت رائع i wish اتمنى ان انت you will enjoy your time اتمنى ان انت تستمتع بوقت هناك السؤال الثاني سؤال situation مواقف your friend asks you about the weather صعبك سألك عن الطقس you are uncertain that is hot وانت مش متأكد ان كان حر ولا طلاقه مش متأكد ممكن ان نقول i am not sure it's hot your mother asked you if you close the door will be for leaving ما امتكد لك قفلت الابواب كويس قبل ما تطلع express certainty عبر عن التأكد i am sure انا متأكد i closed the doors انا متأكد ان انا قفلت الابواب well before leaving your friend asks you about stem schools صاحبك سألك عن مدارس مادارس المدارس الستم مدارس مدارس الستم مدارس الانجليزي ندخل على القطع في حقيقة الأمر نحن معزوزين عن أجدادنا لحد فترة قصيرة الناس كانت عندها متاعب كان اللي عايز روح من قرية المدينة كان بيعاني أو يعمل اتصالات على مسافات طويلة يعني الناس كانت بتعاني في السفر أو في المكالمات مع بعض منذ يعني وسائل نقل حديث عن كوميونيكيشن وتواصل لو انت سألتني ايه اكثر 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 اثر على العالم سأقول ذات الانترنت اكثر حاجة اصرت الانترنت which i like so much بحبه جدا هو لانت كل عن شروطة الحياة المختلفة تقدر تعمل اي حاجة عن الانترنت as لان that you can do in the real life في الحياة الحقيقة and may be faster بطريقة اسرع easier واسهل and cheaper way وارخص very few people post letters nowadays ناس كتيرة جدا بتكتب خطبات في اليومين دول as they have been replaced by emails طبعا دلوقتي بقى الاميل مكانها few people go to libraries ناس قليلة جدا بتروح المكتبة because they لانهم الناس اللي بتروح المكتبة get an information online اي معلومات عن النت we can also shop ممكن نتسوق pay bills ندفع الفواتير study and zaken or apply for jobs ونتقدم لوظيفة كمان on the internet على الانترنت what is the writer's most favorite inventions بالنسبة للكاتب ايه هو اهم اختراع طبعا اهم اختراع بالنسبة للكاتب مين the internet what have libraries been replaced by اللي بيروح المكتبة استبدلت بايه المكاتب طبعا هو هنا قال لي اهو libraries get information online يبقى دولة ممكن يحصلوا على المعلومات online يبقى طبعا it replaced by emails اهو بعد الوقتي عندنا الاميلات why do you think we think our grandfathers suffered صفر يعني يعني يعاني ليه كانوا اجدادنا بيعانوا a lot in the past في الماضي ايه كان سبب المعاناة طبعا ممكن نقول because تبقى للقطع يعني they didn't لأنهم لم enjoy و enjoy يعني يستمتعوا ما كانش بيستمتعوا lots of things كان فيه حاجات كتيرة بالنسبة لهم مش بيستمتعوا بيها which have made والحاجات دي جعلت our life حياتنا احنا مقارنة بيهم easier ارخص and enjoyable enjoyable يعني واكسر امتاعا كلمة زي بيتشير لي مين letters people emails طبعا بتشير لي الناس nearly all the activities can be done on the internet تقريبا كلها انشطة بتعمل عن it in a wrong way بطريقة wrong بطريقة خاطئة in a tiring way طريقة متعبة in a better way بطريقة افضل in a difficult way بطريقة صعبة طبعا بطريقة better افضل وصلنا للstory القصة معانا بيقول لي john mally Jordan and his wife black beauty the rider in the stable اللي هو كان راكب الحصان في الاستيبول agreed to cross the bridge وفقوا يعبره الكبري refused to cross the bridge رفض يعد الكبري smoked the cigarette and closed the fire دخن سجارة وسبب نار decided to visit some friends قرر يزور اصدقاء who left about 60 kilometres from their home على بعد 6 kilometر او 60 سوري could move the horses when there was a fire تمكن من تحريك الخيول لما كان فيه نار طبعا دي واضحة اللي هو مين john mally الراجل ومراده كان راحين يزوروا اصدقائهم يبقى decided to visit black beauty وافق يعبر الكبري ولا رفض طبعا رفض refused rider in the stable اللي كان راكب الحصان في الاستيبول smoked a cigarette دخن سجاره why do you think that black beauty was pleased to be home after the journey of the bridge تفتكر اللي black beauty كان سعيد بعد ما رجعوا المنزل تاني طبعا because it was الرحلة كانت ملحة كانت easy ولا difficult طبعا very difficult it was difficult to return home لو عايز اكمل بأماني يعني ايه بقى safely سابحنا عارفين طبعا during the bad weather اسناية الطقس السعي وممكن ما كتبش ده كله ممكن يكون اخر ايه بس وخلاص ممكن يكون اخر الحتة دي عند الدنيا صعب what do you think is that moving horses when or why do you think ليه تحرك الخيول لما بيكون في fire very difficult ليه صعب لان طبعا they frightened frightened يعني بيخافوا from fire الخيول اصلا بتخاف من النار ندخل على الاختيارات اول جملة بيقول knowing how to use modern technology استخدام التكنولوجيا is not because people use it every day expert خبير essential ضروري او هام يشجع افكت يؤثر طبعا ضروري لكل الناس parents الوالدين should their children to study hard ان هم يذكروا ان they get high ويحصلوا على high markets encourage discourage stop prevent يمنع يوقف يحبط يشجعوا لازم يشجعوا smart phones الهواتف الزكية الحديثة واللاب tops and tablets are forms of هي وسائل transport technology schools phones طبعا دي forms of technology scientists العلماء hope to يتمنوا a new medicine to cure عشان يعالجوا coronavirus virus corona take dry focus يركز invent invent يخترح invent a new medicine what subjects do stem school focus يركز لا حرف جر بتاع يركز على focus on we we are not sure how all this coin is it not be hundreds of years I am not sure يبقى الفعل مين I might مش عاوز بقي بي عشان عندي هنا visit يبقى visit my on today I am certain that Mr. Kareem isn't a doctor يبقى Mr. Kareem can't be a doctor مستحيل يكون مستحيل يكون دكتور وسائل التكنولوجيا هي الأكثر إفادة لك وإن شاء الله في فيديو هنحل فيه كل الموضوعات دي وبكده نكون وصلنا لنهاية unit 4 انتظرونا إن شاء الله في unit 5 هنبدأ نشرح هننزل فيديو هين شرح ل unit 5 وبعد كده هننزل بحل كتاب المدرسة وحل جيم وبقي الكتب المتابع بعد كتب انتظرونا إن شاء الله في الفيديو القادم مع تمنيات بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتابع المتابع